عبرت الأمم المتحدة عن أمالها في أن يشكل عيد الفطر لهذا العام نقطة انطلاق نحو تجاوز الانقسام السياسي ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ليبيا وتقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بتهنئة لليبيين بمناسبة عيد الفطر رجياً أن يكون العيد مناسبة لتعزيز قيم الإخاء والتسابح والسلام وأضف باتيلي في تهنئته التي نشرت على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه يثمن عالياً صمود الليبيين وإصرارهم على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في بلد وحد ومزدهر يطيب لي أن أتقدم إلى كافة الليبيات والليبيين بأصدق التهاني وأسمى التبركات راجياً أن يكون العيد مناسبة لتعزيز قيم الإخاء والتسامح والسلام وإذ أستحذر مظاهر التكاتف والتضامن التي أبدها الليبيون خلال شهر رمضان الفضيل أرجو أن يشكل عيد الفطر لهذا العام نقطة انطلاق نحو تجاوز الانقسام السياسي ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة كما أثمن عالياً صمود الليبيات والليبيين وإصرارهم على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في بلد موحد ومزدهر